موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة في جولة اليوم سنتناول مجموعة من الأخبار في الصحافة العربية والصحافة اليمنية نبدأ الجولة من موقع الموقع جاء في هذا الموقع ستة عشر قتيلا وآخرون مفقودون في انهيارات سخرية وسيول جارفة في حجة وعمران أما إلى وسط البلاد الميليشيا تعظم مواطنا أمام منزله بمدينة إب وعنون الموقع أيضا مجلس الوزراء يقر منح كل شهيد راتب جندي ومبادرة لإنشاء صندوق مستقل لرعاية أسر الشهداء من العناوين إلى تفاصيل تكريم الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كارمان من قبل منظمة التعاون الإسلامي يقول الموقع في هذا الخبر كرمت أو كرمت منظمة التعاون الإسلامي توكل كارمان بجائزة أفضل القيادات الشابة لنضالها من أجل الديمقراطية والسلام وأضاف الجديد ذكره أن الناشطة توكل كارمان حصلت على جائزة نوبل السلام ولها العديد من المشاركات وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب تقديرا لنضالها في الوطن العربي من موقع المصدر أولاين استعرض العديد من الأخبار ومنها إب ميليشيا الحوثي وصالح تفرض جبايات على سكان في يريم دعما لمقاتليهم في تعز وبشأن جرح الحرب وزير الصحة نحو 24 ألف جريح في الحرب وأربعة آلاف يتلقون العلاج بالخارج أما إلى جنوب البلاد غرات مكثفة لطائرات الأباتشي على مخابئ مسلحي تنظيم القاعدة في لحج وأبيان وإلى شرق البلاد ركز الموقع على مقتل أطفال في قصف الميليشيا على قرى عسيلان بشبوى جاء في هذا الخبر قال مصدر محلي إن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وصالح على أحد المنازف مديرية عسيلان بمحافظة شبوى جنوب اليمن وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي وصالح تواصل خرقها للهدن المتفق عليها بقصفها بساكن المدنيين في قرى ومناطق بعسيلان ويتابع الموقع الأطفال الذين سقطوا في القصف من عائلة واحدة وأصيب اثنان آخران بمنطقة الحمى إثر سقوط قذيفة على منزلهم إلى موقع صحوانت نتناول أبرز العناوين والأخبار الواردة فيه الرئيس هادي يحمل ملف السلام للقمة الإسلامية في اسطنبول وفي سياق المتصل نائب الرئيس عازمون على إحلال السلام في اليمن ومعارضون إيرانيون طهران تدعم الحوثيين من سنوات ولا بد من قطع ذراعهم واهتم الموقع بخبر عن الصحفي عبدالخالق عمران الذي نقلته الميليشيا إلى سجن انفرادي بالعاصمة صنعاء نقرأ في تفاصيل هذا الخبر دانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام ميليشيا الحوثي بنقل الزميل عبدالخالق عمران إلى سجن انفرادي احتياطي بمنطقة هبرة بالعاصمة صنعاء وتقييده داخل السجن وصفت النقابة في بيان أن هذا الإجراء بالعمل الإجرامي المنافي للأخلاق والمخالف لكل القوانين المحلية والدولية مؤكدة تعرض الصحفي عمران للتعذيب الجسدي والنفسي المتواصل إضافة إلى منع الزيارة عنه ويتابع الموقع في الخبر اعتبرت النقابة ما تقوم به ميليشيا الحوثي ضد زميل عبدالخالق وبقية المعتقلين جريمة جسيمة لا يمكن السكوت عليها وقال بيان النقابة إن ما يتعرض له الزملاء المعتقلون يجعل تلك الميليشيا مساءلة أمام القانون المحلي والدولي وانتهاكا صارخا لكل حقوق الإنسانية عن سلاح الحوثي ومسلحي تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا في موقع المنظر أولاين ويقول الكاتب لا تزال لدى الحوثي ترسانة كبيرة من أسلحة الدولة التي سلمت له أو نهبها من مخازن الجيش في صنعاء وغيرها معظم مخازن الفرق الأولى مدرع السابقة تم نهب أسلحتها ونقل الأسلحة إلى محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان في عمران لم تنقطع إمدادات الأسلحة بأنواعها المختلفة عن الحوثيين من سواحل حضر موت وشبوى والمهرة وما يتم تهريبه إلى المخاوى الحديدة وما إصرارهم على البقاء في شبوى إلا لتأمين خطوط إمدادهم بالسلاح المهرب من السواحل الجنوبية للبلاد على الرغم من كثافة الضربات الجوية إلا أن كما كبيرا من الأسلحة الثقلة التابعة للجيش لا تزال لديهم وخزنت في بطون الجبال في صعدة وفي أودية حرف سفيان يعد الحوثيون العد للقول أن معظم ما نهبوه من سلاح من معسكرات الدولة تم تدميره وهذه مغلطة مكشوفة إذ أن ما تم تدميره مؤجرد الأسلحة الموجودة في معسكرات الدولة أما ما تم نهبه وتهريبه إلى مخازنهم السرية فإن معظمه لم يدمر حسب مصادر عسكرية ستفشل محادثات الكويت ما لم تكن ضمانة استقرار البلاد سحب السلاح الثقيل من كل الميليشيا وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي واحتكار الدولة وحدها لهذا السلاح إلى مجموعة من الأخبار والعناوين من موقع يمن مونيتور وأبرزها الريال اليمني في مهب الريح وبنوك الخارج تفقد ثقة أما في الجانب الصحي منظمة الصحة العالمية توسع نطاق استجابتها لمكافحة الملاريا باليمن عسكريا يقول الموقع الشبكات في نهم وقيادي بالمقاومة يتهم الخوثيين بإطلاق المزيد من الصواريخ الباليسية على مأرب وفي جانب الحرب على القاعدة ركز الموقع على العملية الأخيرة التي استهدفت التنظيم في أبيان جاء في هذا الخبر قال شهود عيان إن مروحيات تابعة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية قصفت مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة أبيان جنوبية اليمن وقالت الوكالة الأمريكية إن الأباتش قصفت مدينة الكود في محافظة أبيان ما أسفر عن مقتل عشر مسلحين على الأقل وجرح آخرين حسب ما قال شهود نذهب مشاهدين إلى موقع التغيير نت نستعرض أبرز الأخبار التي وردت في صفحته الرئيسية مقتل العميد الحوري أركان حرب اللواء ثلاثمائة وأربعة عشر في معارك عنيفة بنهم وفي عنوان آخر احتدام المعارك بالجوف وخروق متواصلة لهدنة اليمن وبشأن الهدنة بدء نشر مراقبين لاتفاق وقف إطلاق النار في ثلاث محافظات يمنية أما في الجانب الاقتصادي تناول الموقع خبر المخاطر التي تواجه البنك المركزي اليمني وارتفاع الديون على اليمن جاء في التفاصيل قالت مصادر في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني إن عشرات الشركات العاملة في القطاع الخاص أوقفت استثماراتها في الخزانة الحكومية وطالبت بإعادة أموالها وأضاف الموقع في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاد أن المركزي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة على الأذون لإغراء المستثمرين وأصحاب الأموال على الاستمرار في استثمار أموالهم وجذب مستثمرين جدد وقال مسؤول حكومي في تصريح صحفي إن قرار الشركات الخاصة سحب أموالها من أذون الخزانة يأتي في ضل توقف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب وهجرة معظم رؤوس الأموال إلى خارج البلاد ويضيف المسؤول أن المستثمرين يرون أن الاستثمار في أذون الخزانة يحمل مخاطر في الوقت الراهن لأن معدلات التضخم مرتفعة وبالتالي القيمة الحقيقية النقدية تنخفض مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الثقة في السلطات المالية التي لا تزال خاطعة لسيطرة جماعة الحوثي وقال المسؤول الحكومي إن سحب القطاع الخاص أمواله من أذون الخزانة يضع المصرف المركزي في مأزق كون الأذون آخر أدوات المركزي لتمويل العجز في الموازنة العامة وسداد رواتب موظفي الدولة في ظل توقف الإيرادات النفطية الإمامة وتمزيق اليمن تحت هذا العدوان كتب خالد الرويشان مقالا عن الدولة والمواطنة والتمييز العنصري ويقول الكاتب بماذا تتوحد الشعوب أو تتمزق؟ تتوحد بالمواطنة المتساوية واحترام القانون وتتمزق بالتمييز العنصري والمذهبي والمناطقي لماذا هدأت جنوب أفريقيا بينما تشتعل اليمن بالحروب؟ هدأت جنوب أفريقيا بالعلاج الناجع بالمواطنة المتساوية بين أقلية بيضاء عنصرية مستعمرة لا تتجاوز 5% من حجم السكان والسود وهم الأغلبية الساحقة التي انتخبت نيلسون مانديلا رئيسا للجمهورية سنة 1994 بعد تحطيم النظام العنصري القبيح وبعد سجن طال لأكثر من 27 عاما لماذا تشتعل اليمن بالحروب؟ وحتى اليوم أبحث عن الداء العضال والسم الزعاف التمييز العنصري والمذهبي والمناطقي وعدم احترام قانون الإمامة تاريخيا نوع من التمييز السلالي والمذهبي يختص بالحكم وهذه مسألة لا تحتاج إلى نقاش وتاريخيا كانت سببا في تمزيق اليمن اقرأوا تاريخ اليمن وابحثوا عن السبب اليوم لا تذهبوا بعيدا يا شباب ولا تبحثوا عن الأوهام لا تنقصنا القوانين ولا الدساتير ما ينقصنا هو احترام القانون والمواطنة المتساوية لم يكن العالم الذي ترونه اليوم ليتقدم إلا بالاستقرار ولم يكن ليستقر إلا بالمواطنة المتساوية واحترام القانون تاريخ حضارة اليوم وتقدم الشعوب هو في جوهره تاريخ الكفاح من أجل المواطنة المتساوية واحترام القانون لم يتقدم العالم بالتوافق الكاذب والتقاسم الناهب أبدا بل المواطنة المتساوية هي التي أتت بأوباما الأسود ولأول مرة في التاريخ رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد أسوأ عبودية عرفها التاريخ هذا هو طريق الاستقرار والتقدم ولا طريقا آخر من موقع نيوز يمن نختتم جولة الصحافة اليمنية ومن أبرز ما جاء فيه مصدر في الجيش الوطني بتاعز ينفي نشر لجان لوقف إطلاق النار وعن الانتهاكات الصحفية مركز العلامة الاقتصادي يكشف عن رصد أكثر من 107 حالة انتهاك للصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري أما في الشان السياسي موسكو تؤكد على أهمية استئلاف الحوار الذي يجب أن يحافظ على وحدة اليمن نعود مجددا إلى محافظة تعز نقرأ لكم في تفاصيل إعلان جرحى الجرحى الإضراب عن الطعام نتيجة عدم الاستجابة لهم ومعالجتهم من قبل الحكومة جاء في تفاصيل هذا الخبر أعلن عدد من جرحى تعز إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الإهمال الرسمي لقضيتهم وفقدان مصداقية الوعود الحكومية التي تحدث عنها رئيس الوزراء أحمد بن دغر قبل أيام دون نية للقيام بإجراءات ملموسة وضف الموقع حمل عدد من الناشطين في وقفة احتجاجية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة كافة المسؤولية جراء تدهور الوضع الصحي للجرحى وجاء في التفاصيل أيضا طالب الجرحى السلطات القيام بواجباتها وإرسال الأكثر احتياجا للعلاج في الخارج قبل أن تتفاقم جراحهم إذن مشاهدين بهذا القد نكون قد انتهينا من جولتنا في الصحافة اليمنية سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإستعراض أبرز ما تناولت الصحافة العربية اليوم أهلا بكم مجددا مشاهدين أنا ذهب الآن في جولة بين أهم ورد في الصحافة العربية صادرة اليوم والتي تابعت في مجملها حالة الهدنة حيث وصفت صحيفة القدس العربية المخاطرة التي تحيط بالهدنة بالبسيطة عنونة الصحيفة اليمن عملية وقف إطلاق النار تصمد رغم الخروقات البسيطة وتقول الصحيفة أعرب العديد من السياسيين اليمنيين عن تفاؤلهم الكبير في نجاح مباحثات السلام اليمنية المقرر انعقادها في الكويت بعد صمود الهدنة حتى اللحظة بعد أربعة أيام من توقف إطلاق النار رغم الخروقات المحدودة وأوضحه للقدس العربي أن صمود الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة وتوقف إطلاق النار في المحافظات التي كانت تدور فيها مواجهات مسلحة تعطي مؤشرات قوية على التفاؤل بنجاح الجولة المقبلة من مباحثات السلام اليمنية وعلى صعيد الميداني تقول الصحيفة أن البعض يشكك في جدية ميليشيا القوتي وقوات الرئيس السابق صالح في الالتزام بعملية وقف إطلاق النار بل يعتبر أنهم أوقفوا إطلاق النار مؤقتا من قبيل استراحة المحارب وأنهم لا زالوا يواصلون عملياتهم العسكرية ولكن بشكل أخف حتى لا ينكشف أمرهم وأرجعوا مبررات تشاؤمهم واحتمالات عدم صمود الهدنة حتى انتهاء المباحثات إلى الخروقات التي قالوا إن ميليشيا القوتي وقوات صالح ترتكبها وتقوم خلالها بعمليات عسكرية منظمة وقصف موجه في بعض المناطق بالتحول المشاهدين إلى صحيفة البيانة الإماراتية كانت أشد حذرا في التعامل مع تناولات موضوع الهدنة واختراقاتها وعنونت لجنة مراقبة الجبهات في اليمن تنتشر قرب خطوط التماس الشرعية تدعو قواتها إلى حماية الهدنة من التمرد وتقول الصحيفة إن اللجان الميداني المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن بدأت أعمالها ورفع تقاريرها إلى اللجنة العليا التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وذكر مسؤولون يمنيون للبيان أن لجان الرقابة وصلت المحافظات لمباشرة أعمالها في مختلف محاور القتال وتضيف الصحيفة الإماراتية فيما وصل المتمردون خروقاتهم للهدنة قتل أركان حرب اللواء 314 العميد زيد الحوري على يد قناص حثيين أثناء صد هجوم للميليشيا على مواقع المقاومة في مديرية نهم شرق صنعاء وعن جبهة تعز تقول البيان قصف المتمردون مواقع الجيش الوطني في تعز وباشر بزرع كميات كبيرة من الألغام غرب المدينة شرق أوسط جديد في غيبة الشعوب تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله في العربي الجديد ويقول الكاتب منذ بداية الألفية الثالثة والحديث لا يتوقف عن الشرق الأوسط سواء على المستويات الرسمية أو في ألوقة مراكز البحث والدراسات في الأواصم الكبرى وفي مقدمتها واشنطن بدأ الحديث عن شرق أوسط كبير ثم عن الشرق الأوسط الأوسع وأخيرا استقر الحديث عن شرق أوسط جديد والهدف المعلن كان إعادة هيكلة هذه المنطقة التي تشكلت على قاعدة اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة في عام 1916 وما تلاها من تفاهمات بين القوى الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والتي على أساسها تكونت الكيانات السياسية المختلفة وكانت قائمة عندما انطلقت دعوات إلى إعادة هيكلة الشرق الأوسط والتي يضمها ما تعرف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هل الشرق الأوسط مقبل على عملية تسويات كبرى لكل الملفات المفتوحة في دوله وبين كل دوله؟ وهذا هو الأقرب من وجهة نظر أكثر المراقبين والمحللين المتابعين تطورات الأحداث والمواقف في المنطقة ولكن يبقى السؤال الأهم وهو هل ستكون تلك التسويات بمعزل عن الشعوب وفي غيابها عن المشهد؟ وهل الأرجح في ظل ما نشهده من أحداث بالفعل؟ كما حدث عندما طالعتنا الأخبار بوجود وفد من الحوثيين في الرياض يجري مباحثات تسبق اجتماعات الكويت بين الأطراف اليمنية المختلفة وعندما خرج خبر توقيع مصر والسعودية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في خليج العقبة وتسليم جزيرتين تيرانا وصنافيرا إلى السعودية وسط الأخبار عن التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية لم يسبق طرح مضمون أي منها على الرأي العام ومثل الأخبار التي تتسرب عن تدخل سعودي على أعلى مستويات للمصالحة بين مصر وتركيا على مستوى القمة وعن تسويات في العراق وفي اليمن وفي ليبيا إلى صحيفة عكاظ الصعودية والتي تابعت أيضا ما يتعلق بالهدنة ونقلات عن قائد محور تاز العميد ركن يوسف الشراج قوله إن خروقات الانقلابين في المحافظة تجاوزت المعقول ولم تتوقف أبدا هجماتهم على مواقع الجيش والمقاومة ويضيف قائد المحور أن عناصر الميليشيا أيضا تقدموا في جبهة الضباب مستغلين الهدنة وأفصحا عن تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار وأوضح أن قوات أو قيادة محور تعز لديها مراقبون يرصدون خروقات الانقلابيين ومن ثم يرفعونها إلى رئاسة هيئة الأركان والقيادة العليا مبينا أنه تم حتى منتصف الليلة قبل الماضية رصد 153 خرقا للهدنة من قبل الميليشيا تراوحت تلك الخروقات بين قصف بالأسلحة الثقيلة ومحاولات التقدم على الأرض وفي غضون ذلك طالب المجلس العسكري في محافظة تعز بسرعة البدء بإنزال اللجان المحلية لمراقبة وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة مجددا أو مجددا التزامه بالهدنة أما بالتحول إلى صحيفة الاتحاد تابعت أحد الموضوعات الهامة وعنوانات الشرعية تستعد لتطهير أبيان من القاعدة تقول الصحيفة تستعد القوات الأمنية اليمنية للبدء بتنفيذ حملة عسكرية واسعة لتطهير محافظة أبيان جنوب البلاد بعد أشهر من إعلان تنظيم القاعدة سيطرته على أجزاء من المحافظة مطلع العام الحالي وتفيد الصحيفة أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع أخرى سيتم تنفيذها في محافظة لحج ضمن توجهات الحكومة لتأمين هذه المحافظات ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي برزت عقب تحرير المدن من سيطرة المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح وفاد مسؤولون أمنيون وحكوميون بأن لقاءات مكثفة تجريها قيادات عسكرية وأخرى بسلطة محلية والمقاومة الشعبية وشخصية قبلية بارزة من أجل مناقشة سير الخطة الأمنية مضيفين أن جهود الإعمار والتنمية متوقفة على تعزيز المنشآت الحيوية منها أجهزة الأمن وتثبيت الاستقرار في المحافظة التي شهدت حربا سابقة مع التنظيمات الإرهابية في العام 2012 صحيفة الخليج تابعت الأخبار المتعلقة بمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة في اسطنبول وقالت إن قادة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يناقشون 12 وثيقة ومن المنتظر أن تتصدر الأزمات الإقليمية وتدخلات الإيرانية جدوى الأعمال القمة ويتدارس القادة في قمتهم العديد من القضايا بينها قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء كما ناقشت القمة أو ستناقش القمة وفقا لصحيفة الخليج مكافحة الإرهاب والتطرف والوضع الإنساني في العالم الإسلامي وبرنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء كما يتدارسون تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية والمسائل القانونية والتنظيمية كثيرا ما تتشابه الحروب والذكرى التي تخلفها والأوجاع التي تبقى رغم السنوات هذا ما يقوله لنا مقال كانت قد كتبته الروائية اللبنانية نجوة بركات عن الحرب في موطنها والتي لا تختلف عن أي موطن عربي آخر إلا بالقليل وتقول الكاتبة من مشاريع الدائمة مستحيلة التحقيق أن أسأل كل لبناني أين كان يوم الثالث عشر من إبريل 1975 ما كانت أحلامه ومشاريعه وحياته حين ذاك أي قبل ساعات من انفجار الحرب الأهلية التي ستدوم أعواما طويلة والتي قد يتفق اللبنانيون على كل شيء إلا على أنها انتهت إلى غير الرجعة ندرك نحن اللبنانيون الذين دفعنا أثمانا باهظة ولم نتعذ أن أمراء الحرب والطوائف أوقفوا الحرب بقرار إقليمي ودولي أصدروا عفوا عاما بحق أنفسهم وجلسوا في السلطات التي لن يتخلوا عنها في مدى منظور جلسوا من دون أن يتلوا فعل الندامة من دون أن يتغيروا وإن فعلوا فبنسبة ضئيلة لا تضير استمرار حرب غير معلنة ولا تعيق حتى إمكانية اشتعالها حين يتوفر القرار والسلاح هذه الحرب التي عشت ثلثيها حاضرة وثلثها الأخير غائبة سممت ذاكرة أحداثها تتنقل وتتخالط وتنزلق فلا تبدو مرتكزة ولا ثابتة بل خفيفة تنقسم وتتطاير لتعود فتتجمع في أجسام وأشكال غريبة تبدو كأنها لشخص غيري لإعادة ترتيبها ينبغي إخراجها من ذاكرتي والاحتكام إلى مراجع من خارجها تجعلها تبدو كأنها لم تحدث لي وكأنها دارت على الورق فقط كما يحصل مع كل الحروب التي علمتنا إياها كتب التاريخ أتفرج اليوم على ما يجري في العالم من حولي وأهز برأسي لأني أعرف لأني خبرت وعاينت وجربت ولست أدري إن كنت قد خرجت من المشهد المأساوي ذاك أم ما زلت فيه ثم تم يبقيني على مسافة قريبة جدا مما جرى منذ أربعين عاما أربعون عاما أكاد لا أصدق كل هذه المسافة الزمنية إذن مشاهدين ختاما نبقى مع مجموعة من الرسومة الكاريكاتورية نفتتم بها حلقتنا لهذه الليلة وإلى الملتقى أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة